شددت وزارة الصحة على أهمية مواصلة تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتجار فيروس كورونا والتي هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تجاه مملكة البحرين وأكدت الوزارة على خطورة التجمعات العائلية وضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة منوهة بأن الالتزام بالإجراءات والتعليمات هو السبيل إلى خفض عدد الحالات القائمة بالفيروس خاصة أن المرحلة الحالية من مواجهة الفيروس تتطلب مزيدا من الالتزام حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ودعت الوزارة إلى ضرورة دعم مساندة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبدلها الفريق الوطني الطبي والطواقم الطبية والتمريضية طوال الفترة الماضية وحتى الآن في تعزيز سبيل التصدي لفيروس كورونا حيث أن عدد الحالات لا تزال تشهد ارتفاعا ملحوظا والمطلوب هو توحيد الجهود المشتركة وتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية